السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من أخبار إيطاليا الحلقة ديه 23 في شهر واحد سنطرقه للعديد من المواضيع وسنرى الطقس والتوقعات ديه الأرصاد الجوية بإذن الله في الأيام القادمة كيف سنرى المدن اللي طح فيها تتلج بزاف والمشاكل اللي وقعات ماشي مشاكل اللي هي صعيبة بزاف ولكن سنرى الصور وفيديوهات اللي كتبين لكم أشنو وقع في الطالية ستكلمون كذلك على أشنو وقع أمام الكويسورة المكسب ديه المهاجرين تابع للكويسورة ديه المدينة ميلانو أشياء يا إخوان لا تصدق كنتكلمون على الفجر ديه اليوم البرد يا إخوان وكي اللي بيتم يومين تلتيام باش يشد النوبة ويخضرون ديفو أو يعني اضطروا رجال الشرطة أنهم كذلك إخوان يتلقوا القنابيل المصيلة للدموع ستكلمون على هذه النقطة كيفما أنه ستكلمون على الانطلاق ديه الإضراب ديه المحطات الواقود ستكلمون على وفاة مواطن مغربي في حديث سير ووفاة جوجيا المهاجرين مرأ وراجل في واحد الكاريان في جنوب إيطاليا والسبب هو المجمري إخوان وتاني أكسيد الكاربون كيفما ستطرقوا وهذه الجملة اللي تلفظ بها مواطن مغربي مرتي هذه وندير فيها ما بغيت بطبيعة حالي إخوان الرجال الشرطة كيلقوا عليه القبض وحاليا رأى في السجن وصراحة الزوجة ديه كانت حامل في الشهر الثامن وتعدى عليها بالضرب بطبيعة حال أخبار من هذا النوع رأى كسكول بطريقة يومية وعدة أخبار مشير الخبر واحد كنت فدوها ولكن في هذه الحالة لأنه يا إخوان كانت مبالغة كثيرة ولعلت كل استفادة من هذه الأخبار كيفما العادة كيفما أشكركم جزيلا شكرا للدعم ديكم للقناة والناس اللي ممش شاركاش الشركة فشكوا توصلوا بالجديد إن شاء الله فهذا الفقرة يا إخوان غدي نتكلموا على الأخبار ديه الجالية ولكن فضلت أنني نتكلم على واحد الخبر اللي كيخص المهاجرين هو اللول هناك كيفما تشوفوا معاي إخوان راد ضل ما بقى طيحة وانتو ما راكم عارفين إيطاليا كتعاني من واحد الموجة ديه لبرد درجة الحرارة نزلت بزاف نزلت كثير من المتوسط اللي كيكون في هاد الفترة ديال السنة ولذلك كتلقى البرد في الشمال في الجانوب وفي الوسط وفي الوسط وفي الجانوب تحت تلج بزاف وتسدوا مداريس وبزاف ديال الأشياء اللي وقعت في هاد الأيام وتخيلوا معاي فهد البرد كامل اللي كين الناس قلصة في ديورها وما كتقدرش أنها تبقى قلصة لما تسخن الضهر خسك لا بده ما تسخنها باش تحس بشوية ديال الدفء فما بالك بالناس اللي هاد الأيام كتدوزهاي إخوان شاد الصف الزنق وكنتكلموا على ذلك الشيلي واقع أمام المكاتب ديال المهاجرين تابعي لكو السورة ديال المدينة ميلانو على حسب الأخباري إخوان وعلى حسب الشهود الناس شاد الصف ابتداء من العشية ديال نهار الجمعة دوزوا الليلة ديال الجمعة ونهار السبت كامل والليلة ديال السبت وكذلك النهار ديال الحد كامل والفجار ديال اليومة تخيلوا معي إخوان أيام طاويلة دوزوها في البرد على قبل باش يخضوا الرون ديفو لأنه باش نشرح لكم أشن واقع لأنه بزر ديت الناس ميكونش فراسة الخبر الكو السورة ديال مدينة ميلانو نهار اثنين في الصباح مع التمانية الصباح تسعود ديال الصباح كتعتمية رون ديفو للناس اللي كيبغو يطلبوا اللوجوء والناس اللي كيبغو يطلبوا الحماية ولذلك كتعتمية رون ديفو والفجار ديال اليومة كانوا بجموع إخوان سبعمية كعني أنهم يغي يأخذوا ويجعون المنزل ديالهم وكينا لبعض الناس حيث هذا الشي مشكل اللي طويل راه أشهر وكينا هذا المشكل كينا ناس اللي كتسكون تمايهم ديرا قايتون تمايه وأشهر وهي كتسننوا بديالها وطبيت الحال اللي وقع هو أنه كيف مقتلكم ناس شد الصف منذ أيام وحيث بعض العرب ما كن عم ممشي إخوانه وكين بعض العرب فيهم المشاكيل على حسب ما كتعود الصحف الإيطالية واحد المجموعة ديال المصريين غادي تحاول أنها تنقص صف وكيف ما غايتشوفوا معي الفيديو إخوان راه هو واضح بزاف هنا شوفوا معاه يعني الروينة ناضتي إخوان تدخلوا رجال الشرطة هاما هنا ولاحوا كذلك القنابل المسيلة للدموع باش يفرقوا بيها الجوقة المهم هاد المصريين غايتحاولوا أنه منقزوا الفيلة سوف يتقبلوها سوف نضروينا كل شيء سوف يزيد قدام كل شيء ولذلك سوف يدخلوا رجال الشرطة وسوف يدخلوا هذا القنابل المسيلة للدموع وهناي إخوان راك نتكلم عن معاناة اللي كتدوم أشهر راه ماشي مشكل حديث اليوم راه أشهر الكويستورة ديال ميلانو كتعطي 100 رانديفو نهار 2 ولكن كتوزعهم على الأسبوع كامل يعني كتأخذ رانديفوات 2 3 4 5 والجمعة والثاني اللي من بعد تاني كتبدا تعني الرانديفوات ديال السيمانة اللي كتدخل بطبيعة الحال هنا المشكيل يا إخوان راك تلقى اليمينين كيهاجموا على اليساريين لأنه السين داكو ديال مدينة ميلانو يساري اليساريين كيهاجموا على الحكومة لأنه الحكومة يمينية والوزير ديال الداخل يخصوا يأمن هاد المنطقة راه يميني ولذلك السياسيين كيتناقشوا بناتهم اللي كيدفع الثمن هما المهاجرين اللي في 2023 فهذا البرد اللي كان كيباتوا في الزنقة باش يأخذوا الموعد الكويس سورة أشنوك تقول في هذا شيء الكويس سورة كتقولك للأسف الأغلبية للناس اللي كتجي تأخذ رانديفو ما عنداش الحق أولا في اللوجوء ولا في الحماية وكنضن أنه هاد الميصريين داخلني إخوان فهذا النقطة يعني هاد الميصريين راه الأغلبية لهم الصحقة ما عندهم شيء إخوان لأسباب باش يطلبون الوجوء ولا الحماية ولكن كيبشو يشدو الصف باش يأخذوا هذا الرانديفو ويدفعوا الطالب ما علينا من غير هاد الشيء إخوان الكويس سورة كتقولك حنا يعدنا كفاءة كبيرة حنا كنخدموه بواحد الريس مطالع بزاف كنعطوهم مية رانديفو في الأسبوع وهاد الشيء ما تيقوموش بي الكويس سورات الخرين بل حيط الخبار ضاعز في إيطاليا كاملة ولو كيجيون ناس من طاليا كامل كيشدو الصف باش يأخذوا رانديفو عندنا ويطلبوا الوجوء عندنا لأنه الكويس سورات الخرين كيتعطلوا ولذلك إخوان هاد النسل غير للمشاوديات الخير ونتمنى أن هاد المشكلة يتفك راه لا يعقل في 2023 الناس كتبات في الزنقة باش تأخذ رانديفو في نهاية الكرامة دي الإنسان غنتاقلوا إخوان إلى أخبار الجالية وغنتكلموا على حديث سير اللي تعرض لأمواطن مغربي عنده 36 سنة للبارحي إخوان في الحدود الساعة العاشرة ليلا في المدينة دي المونتي كياري اللي كان في البروينشا دي بريشا غي يوقع له إخوان حديث سير كان كيتمشي على رجله وغي يكون واحد الاستيضام ما بين سيارة اللي هي ألفا روميو اللي كان سيقها شاب إيطاليا عنده 27 وعشرين سنة وهذا المغربي اللي عنده 37 سنة والمغربي إخوان سيتوفى في الدقة على حساب الإيطالي اللي كان سيق السيارة وهذا الشي كذلك اللي نقلته صحف اللي هي محلية وكذلك الكوريير دي للسيارة كيتكلموا على أنه على حساب ما قالت طاليا قالي ما أنا كان سيق والمغربي ربما ما كانش في حالة طبيعية عاتت لها قدامي ولذلك ما كان عندي تشي طريقة باش أنني نهرب عليه ولا أنني نفراني وضربته المهمي إخوان تحقيق وتشريح ولغيبيين تفاصيل دي لهاد الحادث والله يرحم هذا المواطن المغربي وعزاؤنا للعائلة دياله في حين في خبر آخر غادي نطرق يا إخوان إلى موضوع يخص العنف المنزلي طبيعية الحال مواضع من هذا النوعي إخوان ما كان نطرق ليها ولكن هاد الحالة هاد سييد زاد فيه بزاف دك شالش غنطرق لهذا الموضوع أما فيما يتعلق العنف أراه ما كان بغيش نطرق ليه والأسباب رها معلومة وخصوصا أنه ما كانتعرفش الحق من الباطل المهم اللي كاني إخوان هو أنه في مدينة طوانو اللي كان في البروفينشا ديال ريت جيميليا مواطن مغربي وعلى حسب ما مكتوب في العناوين تقول بلا أنه الزوجة رهز الزوجة ديالي ونضرب فيها ما بغيت ونضربها وقت ما بغيت المهم رجال الشرطة إخوان شده في السجن وهو متلبس يعني هو تدير الجريمة أو هاد الشراك يغير الأمور بزاف على حسب ما تيتعود هاد السيد اللي هو موظف عنده 40 سنة والزوجة دياله عنده 32 سنة ووالد معها ديجة جوج ديال الأبناء وحاملة بالطفل الثالث أو الطفلة الثالثة في شهرها الثامن المهم غينوض بناتهم مشاكل الزوجة غاديتصوري إخوان صورة ديال وجه ديالها لأنه تعرضت اللاكامات في الوجه ديالها وكان لطرس ديالهم بين وغاديتصفتها لأم ديالها الأم ديالها اللي كانت ربما ساكنة قريبة غاديتبشين المنزل ولوقيت اللي غاديتوصل المنزل غايكون عندها خيناك كذلك إخوان مع الزوج اللي غايقول لها الزوجة رها الزوجة ديالي ونضرب فيها ما بغيت ونضربها ووقت ما بغيت ونتي دخلي سقراسك هذا هو الكلام اللي تلفظ به على حسب ما كتقول النسبة دياله المهم لوقيت اللي غايقول لها الزوجة ما غا تكونش من العاكزين وغاديت رجال الشرطة وماني غايجي وغايلقوا السيد فعلا متلبسي إخوان كدرا في السيدة غايدو السجن والسيدة اللي كانت حاملة في شهرها الثامن دوها السبيطار باش يشوفوا كذلك يا إخوان لحالة ديال الجالين لأنه من بين لكمات اللي تعرضت لها كذلك على المستودي الكرش ديالها وحاليا وعير في مرحلة أولى يعني عير بين وما داروا التحاليل إخوان أعطوها 15 يوم ديال الراحة برونيوزي اللي هي مساهلاش يعني 15 يوم راها كثيرة بزاف يعني الواحد ربما يعطيه نهار يومين تلتيام ولكن منك تكون 15 يوم كيعني أنه فعلا سيدة عرضت للتعنيف وتعنيف خيب وربما هاد المدة تزيد تمدد الناصحة ديال ديميي إخوان هو أنه الواحد يتفادأ هاد المشاكل راكف ما تنقول لكم دائما العسامة هي الحل كان بزاف ديال الحلول وطبيط حدي إخوان لا يدري الشيو ديال الخير سنطرقوا الخبر يا إخوان ديال هاد المواطن المغربي هاد ينطرق لي عير لي سبب واحد هو أنه ترحموا عليه هاد السيدة إخوان كان معروف باسمية المسالم الباشيفيكو يعني كان باسمية عليه الإيطاليين كان بائع متجول في البلدية ديال تشيرفيتاري اللي كان في بروفينشا ديال روما وكان معروف الساكنة ديال هاد المدينة والعديد من الصحف يجو الصحف ولتلاسات كلموا عليه إخوان ونشروا الصور دياله وكين عير شهادت ديال الخير السيد اللي دائما الإبتسام على وجهه والسيد اللي درويش معمرهم ما شافوا منهش حاجة خيبة ولذلك كيترحموا عليه تهموا يا إخوان وذكرت الخبر دياله عير باش ترحموا عليه توفى في الأيام الماضية وعلى حسب الصحف الإيطالية يعني الجزمان ديال وره ديجة تم الإرسال دياله إلى المغرب والتدفل في المغرب والله يرحمه وكان الفرحة بواحد جزبنيات اللي كانوا عنده في المغرب وتيقرأوا وكانت عنده زوجة كذلك في المغرب الله يرحموا يا إخوان في حين أنه يتطرقوا الخبر آخر اللي كيجيني إخوان من مدينة فوضجا اللي كان في جنوب إيطاليا هذا اللي كتشوفوا معي إخوان راه طاليان هنا يأخوان الكالكاريان هنتم ما شوفوهنا يا وهذا الصور ديال الطالياني إخوان هنا عيش ناس وهم اللي غدي يوقع اليوم يا إخوان فهذا المنزل اللي كتشوفوا فهذا البراكة غيتوفاو جوج ديال الناس مهاجرين راجل والزوجة دياله اللي كانوا ناعسن يا إخوان وحيث كيين برد بززاف كذلك في الجنوب ديال الطاليان شعلوا واحد مجمر باش يسخنوا وهذا المجمر اللي شعلوه غي يقتلهم يا إخوان بسبب تاني أكسيد الكاربون لأنه حرق لهم الأكسجين اللي كان في الضار وهنا كيف ما تشوفوا يا إخوان الضار اللي كانوا ساكلون فيها باش كانوا سدن الشراجم والبيبان وهنا المكان اللي كانوا ساكلون فيه يعني الحالة يا إخوان صعبوا ما تقولش هذا الطاليان هاد الناس راه الأغلبية ذيالهم حارقين بلاوراق والأغلبية ذيالهم كيتم الاستغلال ذيالهم في كاپورالاتو يعني كحارتوا عليهم يا إخوان مدى 12 ساعة 14 ساعة في النهار بأوروات قليلة في الساعة الناس كتتاخد جوش أورو 3 أورو 4 أورو للساعة وهاد الناس راه كيعاني وانتشي واحد ما كيتكلم عليهم يعني كنتكلموا على أنا مخصوم يدرون لذكراته فلوسي والعقد ديال العمل وعدة مسائل آه هاد الناس يدرون لهم العقد ديال العمل ديالهم راه ما غايبقوش ساكنين في هاد البرارك راه ما غايبقوش يقلبو على حولو الحسام وغايبقوش يكريو ديور بحالو بحال الناس وربما يتفارضو فيهم وما يبقوش كرين في هاد البراركات اللي مدى خليهم لملضو الله هاد الشيو ديال الخير وهذا الخبر راه تكلمو عليه جميع النشارات الإخبارية المهمة في طاليا يعني راه أذكروه على الأقل وتكلمو علي المعاناة ديالهم وخاعر سريعا فهذا الفقرة يا إخوان غادي نترقوا للطقس سوء الأحوال الجوية وكذلك دائما في نفس الفقرة غادي نشوفوا التوقعات ديال الأرصاد الجوية بإذن الله رطبية حلي إخوان أول حاجة اللي ممكن أنا نقوله هو أنه الحماية المدنية نشرت واحد الإنضار من لون الأصفر ماشي برتقالي وماشي أحمر اللي هما كيكونوا صعب شوية ولكن أصفر اللي غايكون في المناطق الآتية لابروتسو البازيليكاتا الكامباني كالابريا لميليا رومانيا لماركي الموليزيبوليا ولومبريا يعني غايكوني إخوان سوء الأحوال الجوية كثر ما هو حاليا وغايكوني إخوان في الأيام القادمة برد اللي غايكوني يعني واحد الريح قوية غايس سامريي إخوان نزول ديال درجة الحرارة يعني غايبقى البرد وكذلك غايكونوا أمطار كثيرة وكذلك تولوج والتولوج هاد المرة من غيري إخوان تجلي طح في وسط إيطاليا وفي الجنوب ديالها غايكون كذلك في شمال إيطاليا وغايكوني بالتفاصيل إن شاء الله من بعد أول حاجة إخوان اللي غايين تطرقوا ليه هو الكلام اللي قال سين داكو ديال أماتريشي أماتريشي راهي اللي كان ضرب الزلزالي إخوان عير هذه سنوات قليلة وقال لهم في ثلاثة أو أربعة السويع طاه عدنا متر ديال التلج حاليا كي حاولوا أنهم يدروا الجهود ديالهم باش عالأقل الطرقان ديال المدينة يتفتحوا هي ماشي مدينة ولكن قرية إخوان جبالية في حين أنه لك اليوم إخوان في مدينة سينيغاليا وغنوريكم الفيديو اللي كان في الكوريار دراس سيارة غايوضح لكم الأمور شوفوا معايا هذا الوادي إخوان اللي كان في سينيغاليا واللي كان ضيجة في شهر تسعود اللي داز كان فاضي إخوان على المدينة وكان تمي إخوان في المنطقة فيضانات وتوفى فيها كذلك مواطن مغربي لعقلته هذا الوادي الثاني من الجديد يا إخوان كان عمر بزاف لدرش أنهم عملوا الاحتياطات ديالهم وصدوا الطرقان ديال المدينة اللي هي مجاورة يا إخوان اللي واد باش ما يتكررش السيناريو ديال شهر تسعود ولكن الحمد لله يا إخوان اللي واد بدك يا إخوان شوية علش وقع هذا الشيء لأنه في المنطقة يا إخوان ديال ليماركي راه هذي ثمانية وربعين ساعة ووشك الطح في بعض المناطق محبسات وهذه هي النتيجة يعني الوادي اللي ديجة كبير بزاف عمر يا إخوان بطريقة اللي نادرة ممكن شوفها هاك ناهيك على هذكين عدة مناطق في إيطاليا اللي لسين داشي ديالها سدوا المدارس لأنه طيحت تلج في الميليا رومانيا خصوصا يا إخوان في المنطقة ديال ريميني و ديال رافينا رجال المطافئ الدخلوا يا إخوان فهد الساعة الأخيرة كتار من مئتين تدخل وكنت تكلموا التدخلات على الناس اللي مثلا مقاتوا واحلي إخوان في الطموبيلات ديالها لأنه إخوان بعد لويديان فاضت وناس اللي كانوا عندهم مشاكل بسبب إخوان سوقوا التلج وهناك فيما غدي تشوف معاي إخوان مناطق جبلية اللي كان في ريميني شوفوا معاي التلج اللي طحش حان ركن تكلموا يا إخوان على التلج اللي كتير وكتير بزيف أمطار كتيرة شوفوا هنا راجال مباراتي إخوان كيحاولوا أنهم يساعدوا ولكن رأي الله يحصل عواني إخوان هذه المنازل اللي فوقها ميترو ديال التلج اللي ذرف فيه التلج وجمد ولا قاصح وحتى الكابليات ديال الضوهان ثم كيفما كتشوفوا معاي حتى مجمده وهنا تقنيين اللي كيحاول أنه محيدوا دك تلج باش تضوي إخوان والريزو كل شرجة يعني أمور متعقدة بززاف في الأيام القادمة إن شاء الله كيفما كتشوفوا معاي إخوان على حسب ما تيقولوا الأرصد الجوية بإذن الله دائما وبمشيئة الله غيكوني إخوان سوق الجو في المناطق ديال الطالية خصوصا في الوسط وفي الشمال إلى هاد الأيام كان سوق الأحوال الجوية في الوسط وفي الجنوب هاد المرة غيكون في الوسط وفي الشمال خصوصا أنه مثلا في البيامونتي لومبردية وليميليا رومانيا غيكون رجوع ديال التلج حتى في مناطق اللي هي إخوان ماشي جبلية حتى البيانورة وعلى ذكر البيانورة يا إخوان هذيرا هالصور ديال مدينة بولونيا بولونيا نيوم ما هتطح فيها التلج ناهيك على أنه دائما في الأيام القادمة التلج غيطح في مناطق اللي هي نازلة بزاف مطالعاش على سطح البحر في الفانيتو وفي الفريولي في نيسة جوليا وطبيط حال التلج طاح ليومك كذلك في خصوصا يا إخوان في نورتشا أو في كاشا اللي كانت تلج على الأقل 40 سنتيب وكين مدن أخرى اللي ما معروفش بالتلج في الومبرية دائما وطاح فيها تلج بزاف بحل فولينيو سبوليتو قوبيو أو تيرني بطبيط حالي إخوان هذا واللي واقع اليوم وهات الشراه شكل بطبيط حالي إخوان عائق بزاف ديال البلديات وبزاف ديال المدن والسين دا شراه يعني كيحاولوا أنهم يتواصلوا مع المواطنين عبر المواقع ديال التواصل الاجتماعي خصوصا الفيسبوك والليدر الشوديات الخير فهذا الفقر يا إخوان غدي نتكلموا على الإدراب ديال محطات الوقود اللي غدي يبدأ ابتداء من غداء وخي يعني رسمية الإدراب راكي نهار 25 ونهار 26 ولكن ابتداء من غداء غي يبدأ الإدراب مع السبع ديال العشية هذي في الطريق العادية أما في الوطوروت غي يبدأ مع العشرة ديال العشية وغي يبقام السمر إلى غاية نهار 26 مع السبع ديال العشية في الطرقة العادية ومع العشرة ديال الليل في الوطوروت بالطبع يتحلي إخوان المهم فهذا اليومين غي يكون الإدراب ماشي عير في السيرفيتو اللي كيكونوا خداما فيه كذلك البنزينايو السيد اللي كي يدير لك المازوت والليسانس ولكن حتى في السلف سيرفيس هذك اللي انتك تدير الأمور ديالك ببوحدك حتى هو غي يكون في الإدراب وغي يكون من الصعب أنك تدير فيه لسانس والمازوت المهم ليكين هو أنه عشرة في المئة ديال المحطات الواقود غي يبقوا فاتحين يعني ماشي كل شيء غي يستد مئة في المئة ولكن واحد عشرة في المئة غي يبقوا فاتحين ما غاديش تعرف إنه هو ليفاتح إنه هو ليساد خاصك تجرب ولكن ينصح أنه على الأقل غده إن شاء الله في الصباح دير شي حاجة باش دوز هذ اليومين إلا ديجا عندك خليه تفوت هذ اليومين ودير المازوت ودير ليسانس لأنه بسبب هذ الإدراب اللي تم الإعنان عليه في البداية ديال الشهر غير تافع في هذ الأيام المازوت وليس حاليا في إيطال المتوسط للليسانس هو أورو 84 لليطر هذي إخوان في الفائدة يعني السلف سرفيس أما في السرفيتو راه دير أورو 98 في السلف سرفيس وجوج أورو وجوج سنتيم في السرفيتو بطبيعة هذي إخوان تمان رتافع وبكثير مقارنة عرب السمانة لدازد والسبب هو هذ الإدراب المهم الواحد يدير عرب الشيقدي وحتى تفوت نهار سسة وعشرين والواحد يبشي دير يا إخوان المازوت أول ليسانس إلا محتاجوا يدير البلان حتى من غينزل شوية فيما يتعلق بها السياسة الوزير ديال الشركات ينصح المحطات ديال الواقود والنقابات ديالهم أنها ما تديرش الإدراب لأنه في ضرر على المواطنين والنقابات كي جوبوا من ناحية ديالهم بلا أنه الخروج ديال الوزير كيبيين بلا أنه الحكومة ما فاهمش المشكل في الكين خصوصا أنه المحطات ديال الواقود جوا ضد القانون لدارة الحكومة مؤخرا واللي كيفرض عليهم من هنا يالشهر أنهم يديروا من غير الشاشة اللي فيها التمن اللي كيبيعوا به كذلك طليل تكون هناك الشاشة تانية اللي سيضأون تمن ليسوا مواصم الموسط ديال الجهة ولذلك من هنا شهر تقريباً سيتولد في المحطات ديال الواقود سيقفل التمن اللي هوية الموسط ديال الجهة ولذلك المواطنين سيجدون ما زمن التمن من الموسط ديال الجهة هاده لم يعطلوا الحكومة الأيطالية لأنه بحالك يجدون لصبقيها لهذا غلاء الأسعار في حین تمن كانت هذا غلاء الأسعار متنصار الصفال السجل الله هو أن الحكومة لم تزد مدة هذا الدعم الذي كانت تدار الحكومة دراقي وطبع يتحلي إخوان هات شركين الكورياري دي للا السيارة يشرح واحد المسألة هو لأنه المحطات دي للوقود تابعة للشركات أرى ما غادرش الإضراب مثلا إذا كانت واحد المحطة دي للوقود تابعة إلى آني أرى ما غادي تديرش الإضراب ولكن ليك يوقع هو أنه في غالبية الأحيان كتلقبل أنه المحطة دي للوقود أرى هم كتوف فيها آني ولكن ليك سيرها هم خواص مواطنين خواص لعدهم استثمار في شراكة آني ولذلك ليس شركة آني هي اللي مدبرها هذه المحطة فهذه الحالة إذا كانت شركة آني هي اللي مديرة تدبير دي لها غادي تكون حالة أما إذا كانت تسمية دي لها وتسير دي الخواص رغادي تكون دير الإضراب ولكنت كمواطن عادية ما غا تعرفش كل مسيرها ولذلك غادي تشيو على الله من الأحسن الواحد يدير المازو الدبحرين باش يتفادى هذا الإضراب وصافي هاد شي إلا ما عندكمش إلا عندكمش حاجة قليلة تدوزكم هاد اليومين ما تديروش حسن حتى ما نطالع بززاف اشتركوا في القناة